اشتركوا في القناة المملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يطيب لنا ان نعبر لجلالتكم حفظكم الله عن خالص تهانينا وتبريكاتنا بمناسبة احتفالات البلاد بذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة كيانا عربيا اسلاميا عام 1783 ميلادية في عهد المؤسس احمد الفاتح طيب الله تراه وذكرى انضمامها لمنظمة الامم المتحدة دولة كاملة العضوية وذكرى تولي جلالتكم حفظكم الله ورعاكم مقاليد الحكم في البلاد وذكرى يوم الشهيد ونود في هذه المناسبة الوطنية المجيدة ان نعبر عن خالص اعتزازنا بما حققته مملكة البحرين من منجزات وطنية متميزة في مختلف ميادين التنمية تحت قيادة جلالتكم الحكيمة تجسيدا لرؤى وتوجهات جلالتكم السديدة في تحقيق طموحات وتطلعات شعبكم الوفي المحب لجلالتكم نحو مزيد من الرفعة والتقدم لوطننا الغالي واننا ندعو الله عز وجل ان يحفظ جلالتكم ويرعاكم وان يسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة وان يسدد خطاكم لكل ما فيه الخير والازهار لوطننا العزيزة والله يحفظكم على الدوام سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء وبعت حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدة حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله هذا نصها صاحب السمو الملكي العام العزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقينا برقية سموكم المهنية لنا بمناسبة احتفالاتنا بالعيد الوطني المجيد وذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783 للميلاد وذكرى انضمام مملكتنا في الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية وذكرى تسلمنا مقاليد الحكم إننا نشكر سموكم الكريم على تهنيتكم لنا لنستحضر دور سموكم الكبير فيما أنجزته البحرين الغالية ونشيد بحكمة سموكم وتراء خبراتكم ما كان له الدور العميق في هذه المسيرة المضفرة نسأل الله لسموكم موفور الصحة والعافية حفظ الله سموكم ورعاكم وأسبغ عليكم نعمة العافية ودمتم سالمين حمد بن عيسى أهل خليفة ملك مملكة البحرين